مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناة لتعلم اللغة التركية بدرسنا اليوم رح نحكي عن اللاحقة دكتة هاي اللاحقة الفعلية موجودة بالمستوى بابير موجودة بدرس واحد مع اللاحقة د سرجة والناس عم تفكر انه هي تماما نفس الشي الفرق بينهم جدا بسيط رح نحكي اليوم عن اللاحقة دكتة بشكل مفصل وأمثلة وبالدرس القادم رح نحكي عن اللاحقة د سرجة ورح تشوف الفرق بينهم طبعا اللاحقة الفعلية دكتة لما نقول لاحقة فعلية بمعنى انه انا اضيفة للفعل تمام اضيفة للفعل بالشكل التالي شكل متغير صوتي متغير يعني رح الحرف الصوتي الاول رباعي والحرف الصوتي الاخير ثنائي يعني دكتة 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 حسب التوافق الصوتي هي سرتوب تعرفوها اكيد وتقلب يقلب حرف د الى ت بمعنى دكتة رح نصير تكتة دكتة رح نصير تكتة 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 ايمت بعض حروف فستكتشهاب وكمان هاي القاعدة تعرفوها من المستوى الاول هاي اللاحقة منضيفة للفعل اصدقائمة المشايفين بالشكل البسيط بدون ما نضيفه لاحقة زمن بدون ما نضيفه لاحقة ضمير شخصي كيف بدنا نعرف مين المتكلم عن مين نحن عم نحكي منضيف فينا نضيف الضمير الفاعل او من تكملة الجملة بيكون واضح هاي اللاحقة لما نضيفه للفعل رح تحطيني معنى كلما تماما كلما وقت تستخدم للاشارة الى التكرار والاستمرار في شيء معين كيف يعني؟ يعني كلما افعل كذا يحصل كذا رح يكون عندي جملتين او حدثين دائما متزامنين يعني كلما حدث الفعل الاول يحدث الفعل الثاني ويدول على انه انا هذا الشيء يحصل بشكل مستمر يعني هذول الفعلين يحصلان معا بشكل مستمر رح تشوفوا كيف بالامثلة سني كوردوكتا او خلينا نقراها بالعربي بالاول كلما رأيتك اتذكر صديق طفولتي يعني كلما بشوفك اتذكر صديق طفولتي يعني هذا الشيء لما نحكي عن الاستمرار والتكرار في الفعل بمعنى في كل مرة اراك اتذكر صديقتي او اراكي اتذكر صديقتي تمام يعني انا اليوم شفتك اتذكرت صديقتي بكرة رح شوفك رح ارجع اتذكر صديقتي بمعنى ان كلما حصل الفعل الاول يحصل الفعل الثاني وليس بشكل مؤقت بشكل مستمر بشكل دائم نقرا جملتنا سني كوردوكتا ضفنا دوكتا حسب التوافق الصوتي تمام كور سني قردك تشجوك لك أرقدشم هطر ليورم تشجوك لك الطفولة تشجوك لك أرقدشم صديق الطفولة مفعول به هطر ليورم أتذكر كلما رأيتك أو كلما أراك أتذكر صديق طفولتي جملة أخرى كلما تناولت دوائك تشفى بشكل أسرع يعني كلما أخذت دوائك ستشفى اليوم أخذته ستشفى شوي بكرة تأخذه ستشفى أكثر ففعلين متزامنين بمعنى أنا كلما تناولت الدواء فعل الشفاء يحصل نقرأ الجملة إلا تشلرني إيش تيك تي فعل الشرب إيش تيك تي إلا تشلرني إيش تيك تي ضه هزلي إيش يورسون إيش ميك هو فعل الشفاء التحسن إيه تمام باردون نقوم بكتب غيره إيه هو جيد إيه ليش هي لاحقة نضيفة للأسماء هي ضفناها من قبل لتعطيني فعل مشاركة ونضيفة للصفات أنا ذكرت لكم هاي المعلومة من قبل لتعطيني فعل آخر فعل جديد يعني يحول الصفة إلى فعل بمعنى يصبح أكثر كذا إي لش يور يعني يصبح دهاء إي أول يور كأني عمقول دهاء إي أول يور كلا ما التقطنا صورا تزدادو ذكرياتنا كلا ما التقطنا صورا تزدادو ذكرياتنا يعني الذكريات قصدنا اللي من نجمع نحن منشوف شو معناها باللغة التركية فوتوراف تيك 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 هون ضفنا حرف الت لأنه عندي الفعل ينتهي بحرف فستك تيشهاب حرفيل كأني عموا فوتوراف چك تيك تيك تيان�ّم الانadian عموا الان Üور تزداد يعني يزداد عددها كلما شربت القهوة أكثر يهرب النوم مني سنرى الفعل حرفيا مترجم ولكن قصدنا أنه يذهب النعاس مني كلما شربت القهوة كيف يحدث؟ كيف يحدث؟ كيف يحدث؟ كيف يحدث؟ نومي يهرب لكنه ليس حرفيا بمعنى يذهب النعاس مني كيف يحدث؟ كيف يحدث؟ جملة أخرى كيف يحدث؟ كيف يحدث؟ كيف يحدث؟ كيف يحدث؟ كيف يحدث؟ كلما شربه بشكل أكبر كلما شربه بشكل أكبر كلما شاهدته بشكل أكثر كلما شرب وبتل إنه أرتبط به بمعنى أنه أتعلق به بالعBreتم punishment وطبعا اصدقائي فينا ننفي هاي اللاحقة مثل اي صيغة باللغة التركية حكينا دائما هاي الشغلة انه نحنا لما بدنا ننفي شيء في اللغة التركية شو رح نضيف له رح نضيف بعد جذر الفعل مباشرة مامي تمام تلش ما دكتا يعني قبل ما اضيف دكتا رح اضيف ما مي اللي هي شو اداة النفي هاي تمام اداة النفي تلش ما دكتا يعني رح يكون عندي بس لاحقتين ما مي اداة النفي والما رح تاخد دكتا والمي رح تاخد دكتا فقط لا غير اما الرباعيات والتكتا وتكتا بتروح بحالة النفي فرح يكون عندي فقط ما دكتا ومي دكتا في حالة النفي تلش ما دكتا صنغ غتما السن شو معنى هاي الجملة او شو الترجمة اللي تعطيها بالنفي رح تشوفوا الترجمة شوي ركيكة اصدقائي شوفوها كل ما لا تدرس لن تنجح يعني كل ما استمريت بعدم الدراسة لن تنجح يعني بمعنى انه لا يمكنك اجتياز الامتحان اذا لم تدرس يعني كل ما بقيت انك لا تدرس رح تضل كمان لن تنجح تمام فعلي متزامنة تلش ما دكتا صنغ غتما السن فبهاي طريقة بتضيفوا ادوات النفي رح ارجع افرجيكم ياها اللي هي رح نضيف نحنا ما مي اداة النفي تمام وبعد من ضيف دكتا او دكتا طبعا من ضيفها لالفعل واحصل على صيغة النفي عندي جملة اخرى وهون بدي احكي هلا اعطيكم ملاحظة بعده كل ما ذهبتو كل ما ذهبتو معناها عادي فعل كل ما ذهبتو كل ما ذهبتو كل ما ذهبتو الى اسطنبول لكن هاد الفعل قتكتا يعطيني معاني اخرى عندي هاي الملاحظة اصدقائي انتبهلا عندي الفعلين قتكتا والدكتا هدول الفعلين يعطوا معاني اخرى من قبل شوية شفناك قتكتا كل ما ذهبتو او كل ما ذهبت انت طبعا نرجع نذكر انه نحنا كيف من ننضيف نفهم الفاعل ممكن ننضيف الفاعل بالبداية بان اسطنبول قتكتا سان اسطنبول قتكتا الى اخرى لكن هادول الفعلين قتكتا والدكتا ممكن يعطيني معاني مختلفة عن كل ما قتكتا ممكن يعطيني معنى مع مرور الوقت تدريجيا شيئا فشيئا تمام مع مرور الوقت تدريجيا شيئا فشيئا اما والدكتا فيعطيني معنى الى حد كبير يعني كثيرا جدا يعني اكتر من تشوك اكتر من فازلة دعونا نأخذ الأمثلة لتفهمها بشكل أوضح مثلا هاي الجملتين أصدقاء سنذكرها بغير معنى كل ما ذهبتوا الجو يزداد برودة يبرد يعني مع مرور الوقت سومك بهذا الشكل أن الشاي يبرد مثلا الشاي برد شاي صودو الجو برد هوا صودو أو صو يور يعني أنه الآن يبرد هوا قيتكككة التقس مع مرور الوقت تدريجيا شيئا في شيئا صو يور يبرد الجملة الأخرى بو إيش قيتككة زور لاشيور زور لاشيور يزداد صعوبة يصعب يعني يصبح وأصعب تمام هذا العمل يزداد صعوبة قيتككة مع مرور الوقت شيئا فشيئا تدريجيا هذا العمل يصبحه صعبا فهذا المعنى الآخر لكلمة قيتككة أما أول دكتا أصدقائي مثل ما حكينا فبمعنى جدا كثيرا جدا إلى حد كبير مثلا الجو حار لحد كبير يعني جدا مو بس سجاك أول دكتا سجاك يعني أكتر من جوك سجاك جوك أبي سجاك تمام يعني حار جدا بو منظرة أول دكتا جزال بو منظرة هذه الإطلالة أو هذا المنظر جميل جوك فازلا جزال أو كدار جزال يعني جميل لدرجة أول دكتا جزال كمان طريقة للتعبير عن أنه شيء كثير جدا يعني جميل لحد كبير فهي ببساطة بكل بساطة اللاحقة دكتا أصدقائي اليوم حكينا بس عن لاحقة وحدة ومثل ما ذكرنا بالأمثلة أنه نحن فينا نضيف الضمير الشخصي بالبداية وفينا نحكي إذا أنا عم بيحكي عن اسم لازم أذكره ما تحمل هذه الصيغة لا تعبر عفوا عن زمن معين ولا نضيف لها لاحقة ضمير شخصي إن شاء الله يكون درسنا سهل وبسيط أصدقائي إن شاء الله يكون واضح بالطريقة الجديدة اللي أنتو حكيتوا لأنه هي منيحة ضلوا دائما بخير ومع السلامة